إذ دعت فرنسا والجزائر إلى اتخاذ قرار قصير بشأن التطورات التي تشهدها رفح جنوب غزة وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة قال إن الجزائر اقترحت مشروع قرار للمجلس المؤلف من 15 عضوا لوقف القتل في رفح وقال إن مشروع القرار بشأن رفح سيكون قصيرا وحاسما لوقف القتل في رفح وإن الهدف ليس الإدانة بل حماية الأحياء